تم رمي نجل قيادي تابع للعميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي من سطح أحد الفنادق في عد جنوب اليمن وقالت مصادر محلية النائب المسؤول المالي في قوات حرس الجمهورية العقيدة صدام حسين زياد نجل العميد الركن حسين زياد أحد أعمدة نظام علي عبد الله صالح والذي ينتمي لا سنحان قتل في ظروف غامضة بعد رميه من الطابق الخامس باحث فنادق عدن وضافت المصادر أن سلطات عدن اعتبرت العملية انتحار لكن مقربين من زياد كذبوا ذلك لكونه إنسان متدين معتبرين العملية رد على شنق مواطن في العاصمة صنعاء قبل يومين في ظروف غامضة في طار المساعي الحوثية في الشمال والانفصالية في الجنوب لنشر الثار بين المناطق خدمة للمشروع الأيراني الحوثي الساعي لا تفكيك اليمن وتعرض العقيد صدام زياد للسجن في سجن نهاية 2017 بعد مشاركته مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد الانتفاضة الشعبية ضد الحوثيين لاستعادة النظام الجمهوري والتي انتهت بمقتل الرئيس علي صالح لكن بعد اطلاق سراح زياد انتقل لصفوف قوات العميد طارق صالح بعد العفو عنه من قبل صالح الصماد وقتل والد العقيد صدام زياد وخمسة اخرين مقربين منه بعد تعرضهم للقصف في العاصمة صنعاء سنة 2016 جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران على شروطها للقبول بتمديد الهدنة الانسانية في اليمن بعد مضي اكثر من عشرة ايام على انتهاء الهدنة السابقة جاء ذلك خلال لقاء القيادي الحوثي هشام شرف والمعين من قبل الجماعة وزيرا للخارجية في حكومة صنعاء الغير معترف بها دوليا الثلاثاء مع مساعد الامين العام للامم المتحدة نائب المنسق الاغاثة الطارئة اوتشا جويس مسويا والتي تزور اليمن منذ مطلع الاسبوع الجاري وخلال اللقاء شدد شرف على شروط الجماعة للقبول بتمديد الهدنة والمتمثلة بصرف المرتبات وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة والتهيئة للدخول في عمليات مفاوضات سلام دائم بدورها اكدت مساعد الامين العام للامم المتحدة نائب منسق الاغاثة الطارئة ان الوضع الانساني في اليمن يحظى باولوية في اجندة عمل الامم المتحدة التي تؤكد بان لا حل عسكري للوضع في اليمن ترجمة نانسي قنقر